أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي بزلت جهودا حثيثة لجمع كل الأطراف والشركاء معا لمناقشة ونزج إطار عمل خارطة طريق التنوع البيولوجي لما بعد 2020 وخلال افتتاح الجلسة رفيعة المستوى ليوم التنوع البيولوجي شددت الوزيرة على الفرصة المميزة لإيجاد الحلول خلال مؤتمر المناخ كوب 27 كمؤتمر للتنفيذ من جانبه قال المبعوث الأمريكي للمناخ جون كاري قال إن بلاده خصصت 25 مليار دولار للحلول القائمة على الطبيعة و 1.5 مليار دولار للحفاظ على الغابات والحفاظ على الحياة المستدامة لسكان المحليين هو ما يؤكد على إمكانية إطاحة التمويل